مرحبا برج الدلو بشكل عام عزيزي برج الدلو أرى أنه في كان في بداية علاقتكم أو من أسباب الانفصال هو عدم الوضوح في مشاعر وتوجه هذا الحبيب معك يعني علاقة كانت نوعا ما كاجول مفتوحة غير محددة المصير ما كان في كلام عن المستقبل كنت أيضا غير واثق من مشاعر الحبيب تجاهك ولكن بشكل عام هذه المرحلة رح تعدي إن شاء الله ورح توصل أنت والحبيب إلى حل يرضي الطرفين أول شي سبب الانفصال عندك ملكة الأكواب ملكة المشاعر المتدفقة ذمون ذمون دايما يتكلم عن أمور مخفية أمور غير واضحة للعيان أمور غامضة وأنت هذه طاقتك عزيزي برج الدلو طاقة السيوف كلها تبع الأبراج الهوائية بالأخص برج الدلو برينسس أوف سورت أرى أنك في السابق كنت غير متأكد من مشاعر ونوايا الحبيب في اتجاهك وهذا كان سبب الانفصال الرئيسي لأنه برج الدلو من الأبراج الذي يحب المنطق يحب الوضوح يحب الصراحة طاقة هي طاقة السيوف طاقة العقل والحد فكان دائما عندك حجز أن هذا الشخص يخفي شيء وأنت استنتجت أنه يخفي علاقة أخرى يخفي مشاعره احتمال أن هذا الشخص يكون فكرت أنه لا يحبك لا يريد الارتباط فيك لا يرى مستقبل معاك وكان في أيضا مشكلة في التواصل دام أنه فيه غموض معناتك كان فيه مشكلة في التواصل بينكم بخصوص مصير هذه العلاقة فإنت كنت أخذ طاقتك المعتادة يا برج الدلو في السابق إما قطعت نهيت العلاقة أو العلاقة انتهت وتدهورت لحالها فإنت كنت في مرحلة تحاول اكتشاف الحقائق تحاول اكتشاف ما الذي فعلا يحدث مع هذا الشخص ومن الكارتس القادمة إن شاء الله تلاقي الجواب على سؤالك سبب التأخير ملكة الأكواب لديها ملك الأكواب ولكن في سبب يمنع هذا اللقاء أو العلاقة من أن تنمو وتمشي في مسارها ملك الأكواب سبعة الأخصان وهي طاقة الدفاع أو المحاربة من أجل ما تؤمن فيه وتحبه وخمسة الخماسيات أرى أن هذا الشخص يناسبك هذا الشريك بالذات يكافئك على مستوى الطاقة يعني مثل ما نقول جره وليك اضغطاه ولكن اعتقادك أنت لم يكن صحيحا أنت كان تفكيرك أشوفه بوجود طرف ثالث أو كنت تفكر أن الحبيب لا يملك مشاعر قوية تجاهك ولكن التارو يخبرك بأن أنت كنت خاطئ في هذا الاعتقاد لأن السبب الرئيسي لعدم موضوع هذا الحبيب والحلقة الضائعة هي خمسة الخماسيات خمسة الخماسيات تتكلم عن أشخاص فقراء يعيشون في البرد ليس لديهم الكفاية ليأويهم وهذا الشخص في مرحلة ما احتمال أن نتكلم معاك في وضع المالي احتمال أن نبين لك جزء من المعاناة المالية اللي يواجهها كل شهر فاحتمال عندك فكرة بسيطة ولكن أنت لا تملك الفكرة الكاملة والامتجاد الكبير لوضع المالي يعني احتمال أنه من نوع من الأشخاص اللي عليه التزامات مالية كثيرة مع بنوك مع قروض مع أهل وأشخاص تدين منهم فاحتمال أن يكون نوع من الشخص اللي يملك مبلغ جدا بسيط في جيبه لآخر الشهر يعني يكون هذا وضعه ولكن أنت تفكيرك راح مكان مختلف فهذه هي الحلقة الضائعة اللي إذا أنت عرفتها الحين يعني أنت اكتشفت المفتاح لجميع أسئلتك في هاي القراءة فهذا الشخص يحبك نعم يرا فيك الشريك نعم أنتم متكافئين أيضا نعم ولكن وهو أيضا يريد أن يحارب من أجلك يريد أن يحارب من أجل هذه العلاقة لكي يكونون هذلين الشخص مجتمعين هذا الشخص مستعد أن يحارب ولكن ينتظر هذا سبب تأخير ينتظر فترة بسيطة ينتظر أن يتعدى الوضع المالي حتى يستطيع أن يرجع لك أقوى بما تستحق لأن الشخص الفقير بالعادة لا يستطيع أن يواجه أشياء أخرى زيادة على معاناته المالية فهذا الشخص عندما ينتهي من هذه المرحلة عندها سوف يصبح جاهزا لأن يحارب من أجل هذه العلاقة فإذا كنت انتظر بأن يرجع الموضوع راح يأخذ شوية وقت ولكن على الأقل أنت عرفت السبب المهم السبب الذي كنت تبحث عنه بسيفك وتبحث عن الحقيقة وجدت فترة وأخبارك اليوم ليس بسبب طرف ثالث وليس بسبب مشاعر مضطربة تجاهد وإنما بسبب أوضاع الحبيب المالية عندما انتهت العلاقة أو انفصلته أرى أنك أول شيء سويته وكان فعلا تصرف صحيح يا برج الدلو لأنك البرج المنطقي الذكي صاحب العقل والحدث المنطلق فأنت أول شيء سويته عندما انتهت هذه العلاقة أو حدث الانفصال أو حدث البعد بينكم أنت سارعت لأن تشافي نفسك سارعت؟ احتمال كان عندك كوب التمبرز ستتكلم عن الصبر ومعالجة الوضع وبالانسين الأكواب مع بعض أول شيء أنت سويته أشوفك لأن احتمال كنت وجدت نفسك في وضع كوبك فاضي فارغ بسبب انتهاء العلاقة بينكم فأول شيء سويته أنت توجهت بكل ذكاء نحو أمور أخرى وحاولت أن تملي الفراغ وتصرفه جدا صحيح وموزون تملي الفراغ الذي خلفه عدم وجود هذا الشخص في حياتك حاول تمليه بأشياء جدا صحية بأشياء جدا مثمرة ومنتجة احتمال تكون صبيت اهتمامك على العمل على بيزنسك مشاريعك على علاقاتك مع صدقاء قدامى لم تتواصل معهم من فترة على حويات لم تفعلها منذ زمن بسبب انشغالك يعني هذا الوضع كان ما اخذ كل تفكيرك وطاقتك فالحين صرت تعطي وقت لنفسك للآخرين للأهل قويت يعني انت صح فعلا صار عندك انفصال مؤقت ولكن انت رجعت سبحان الله كان لك سبب لكي تكون اقوى لكي تكون منتج اكثر لكي تتواصل مع نفسك بشكل افضل وتكتشف ما تحب وتعمل عليه وخبر جدا سعيد ان انت في هذه الفترة اول شيء سويت هو التصرف الصحيح انه تعالج نفسك تحاول ان تخلي نفسك تستقر عاطفيا بعد الخسارة اللي عانيت منها مع الحبيب والشيء الجميع ان انت اخذت هاي الفرصة انت عكس ما اذكر برج من الابراج توني قريت لا اتوقع برج العقرب برج العقرب كان في هاي المرحلة مصمم ان يكون على مرحلة اربع الخماسيات وينطور الحبيب بدون ان يعمل على نفسه وبدون ان ينمو ويتطور يعني يثبت نفسه لحد ما يرجع الحبيب ولكن الحبيب كان متوجه نحو نجاحات افضل والحبيب كان يعمل على نفسه ويطور من نفسه فلا اتوقع ان سيعجب الوضع عندما يرجع ويلاقي ان الشخص الذي ينتظره لم يعمل على نفسه ولم يتغير انت بالعكس سويت عكس شريك اكس برج العقرب سوري انت بالعكس اخذت الحياة مسكتها بقوة وصرت تجرب كل خياراتك في الحياة كل الاشياء اللي ممكن وحلمت وفكرت انك تسويها في السابق صرت تسويها صرت تخلط الامور مع بعض تجرب شوية المشروع الفلاني شوية الهواية الفلانية شوية اشخاص صرت تتنور حتى في الاشخاص وهذا تصرف جدا بكي وجدا مثمر وصلت لمرحلة مستقرة من الانتاج في حياتك وهذا شيء جدا ممتاز صراحة يا برج الدلو عفي عليك وشعر الحبيب تجاهك الحبيب يرى ان الكرة في ملعبك انت هو بنتظارك بنتظارك ان تأخذ قرار نحو العلاقة وعنده امل غير طبيعي يعني لا اعلم مصدر هذا الامل ولكن لديه امل بان الشمس ان انت ترجع له كما تشرق الشمس يعني شلون الانسان يستيقظ كل يوم ويعلم ان الشمس بغض النظر عن الليل وما حدث في الليل الشمس يجب ان تشرق كل يوم في الصباح هذا الشخص كمان عنده ايمان ان في النهاية المياه راح ترجع لمجراها ان في النهاية راح مصيركم لان انتوا متكافئين او سول ميت مصيركم في النهاية تكونون لبعض ترجعون لبعض ولكن غير واثق من الطريقة اوقات احسي يقول انا راح اخذ الكنترول وراح اتوجه نحو الحبيب وراح احلل موضوع معه واوقات يتراجع ويقول لا 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 راح انتظر هنا الحبيب لما يكون مستعد هو راح يأتي بالتجاه فلحد الان الشريكة والحبيب لم يقرر ولم يأخذ اتجاه عنده سيفين لم يأخذ اتجاه معين لحد الان هو متذبذب ما بين مثل ما اخبرتك هل انا اقرر واتوجه نحو الحبيب او انتظره هنا لان عندما يكون الدلو مستعد لي سيعلم اين يجدني فهذه هي مساعر نحوك في هذه الفترة نيته في الفترة القادمة او في المستقبل ماذا سيحدث هذا الشخص احتمال انك يبر جدا واذا لم تتقدم باتجاه هذا الشخص احتمال ان هذا الشخص فعلا يضطر ان يأخذ قرار صارم مع نفسه بان هو يتوجه باتجاهك لان السيفين هو شخص في مرحلة لم يقرر فيها اتجاهه ولكن في النهاية سيضطر ان يقرر لان بالنسبة للي قاعد اشوفه بالنسبة لسيف جهة اليمين سيف جهة اليسار السيف اللي في جهة اليسار هو احتمال ان يكمل الحياة بدونك بالنسبة لهذا الاختيار اصلا غير وارد غير مستعد اصلا ان يعترف بوجود هذا الخيار ان يكمل حياة بدونك بر جدا في النهاية رح يضطر لا يوجد طريق سوى اليمين رح يختار الطريق اليمين على وهو الطريق الذي يؤدي اليك ولكن الخبر الجيد ان هذه الفترة رح يأتيك شخص ناضج يبلطا في تركيز على المشاعر الاكواب طاقة المشاعر رح يأتيك ويكون مركز على الافعال مثلا خلنا نروح نسوي الشيء الفلاني دعوة عشاء خلنا نطلع مع الاصدقاء خلني عرفك على الاصدقاء ليش ما نعرف الاهل مع بعض ليش ما اتقدم لك ليش ما نشتغل على موضوع زواجنا او الخطبة رح يكون في افعال رح تتحول طاقتها من المشاعر ورح يثبتها بافعال محددة وواضحة تجاهك ورح ان شاء الله يأتيك انسان خفيف في الحمل من الماضي اذا كان في الماضي في امور تقلقك في الحبيب تخاف من الماضي تبع الحبيب او اي شيء ثاني ارتباطاته تعلقاته في الماضي فالتالي يخبرك بانه سيأتيك الفول الفول هو الشخص المجازف الذي يقفز من فوق التلة ولا يكون لديه اي احمال سفر يعني سيأتيك خفيف كما ولدته امه بدون اي مشاكل او تبعات او ثمن تضطرون تدفعون على المدى الطويل خطواته القادمة ارى ان الحبيب رح يتحول من ملكة الافصان وهي ملكة الافعال الى طاقة جسس جسس تعليلي في هذا الفترة في قراءتك بان هذا الشخص رح يكون شوي متسرع في اعلان الارتباط رح يكون شوي متسرع في يلا يلا خلنا اتزواج يلا يلا خل اتقدم لك يلا خل نكتب عقد الزواج يلا نكتب الكتاب نقرأ الفاتحة مع الاهل رح يكون شوي متسرع في تثبيت العلاقة بالطريقة الرسمية طريقة العقود طريقة التقاء الاهل الطريقة الرسمية المتعارف عليها في دولتكم عشان العلاقة تكون امام الله وخلقه امام الملأ رح يكون شوي مندفع باتجاه هذا التيار لانه بالنسبة له هو تعب من مرحلة عدم الوضوح ايضا في العلاقة تكون العلاقة غير مثبتة فرح يحاول يثبتها بالطرق الرسمية المعتادة ورح يأتيك بكوب من الحب يفيض ويعرضه عليك ولكن عزيزي برج الدرو ارى انك بسبب ما فعلت في الماضي مريت بمرحلة شفاء مرحلة عملت على نفسك جربت اشياء مختلفة في الحياة ارى ان بعضكم رح يقبلون هذا العرب للزوات او للحب بكل ترحيب بكل سعادة ورح تختار انك تكمل حياتك مع هذا الشخص او برج الدرو دائما معروف بجرائتها وخروجها عن المعتاد احتمال انك بعضكم وهذا طبعا الارادة الحرة رح تقول لها الشخص انا لقيت سعادتي لقيت سعادة لقيت نجاح لقيت تحقيق لذاتي بعيد عن هذه العلاقة فرح تختار انك تكمل دربك بدونه ولكن لاغلبكم ارى انه رح ان شاء الله تقبلون هذا الكوب من الحب وهذه العلاقة الرسمية بين الناس ورح اسحب لك كرت اخير يا برج الدلو تبع النصيحة لك اول كرت بالعادة ينقلب هو الكرت اللي اخذه هذه الصورة قريبة جدا من طاقة وصورة الشمس ارى انك مثل ما اخبرتك يا برج الدلو انت وصلت لمرحلة بعضكم اذا حتى ما وصلت لحد الان فعندك فرصة انك توصل لمرحلة متقدمة من السعادة ورح تعرف نفسك على مستويات جديدة كأنك تتعرف على نفسك لأول مرة تتعرف على قدراتك في تحقيق امور مختلفة في الحياة لأول مرة فهذه الطاقة عندك جدا جميلة ركز عليها ركز على تواصلك مع نفسك تواصلك مع الله التأمل هذه طاقة ايضا تبع التأمل لانه هي مصدر كل السعادة التي تنبع من داخلك هي هذه ركز على نفسك دائما ما تخلي اي شيء ثاني يشتت انتباهك ركز على ما تحب ومن تحب وبخصوص عودتكم لبعض سواء انت ستقبل عرض الحبيب او لا ترجمة نانسي قنقر